صباح الخير. النهاردة نكمل الموضوع كلمت فيه مبارح عن لي أسلمت القضية. وده أخذني الفكرة الثانية كتبت فيها أكثر من مرة وكلمت فيها في بداية القناة من كم سنة كان فيه أحداث كده حصلت كثيرة وهو لماذا دائما العرب والمسلمون بالتحديد يطالبون العالم بالتعاطف مع أي قضية أي حادث ولا نجد أبدا تعاطف من المسلمين تجاه أي قضية أو أي حادث إرهابي أو مشابه في العالم. بل دائما ما نرى تبريراته بالذات من شيخ الأذر إنه يطلع ونظام بقى تفتيئ يعني لو ما إنتوا عملتوا في الحروب الصليبية وإنتوا مش عارف إيه وإنتوا إيه ولا نجد أبدا أي اعتذار لأي حاجة. مما يحدث بل دائما فيه تقبر في منتوا عملتوا ومنتوا اللي ابتديتوا. هتحس كده إن إحنا في حضانة. يعني مثلا حدث من تلات أربع سنين كده لما الدواعش اللي هربوا من سوريا وراحوا على أوروبا وأوروبا يعني فتحت قلوبا ودرعتها ليهم. وهناك من حذر وأنا حذرت وكله كان بحذر إن دولا يظلوا دواعش. ودهسوا الناس اللي هو كان أحداث الكريسمس والإحتفالات ودهس الناس ويركبوا عربيات وادهسوا الناس ويموتوا الناس وكده. لم نرى أي تعاطف يعني. ما شفناش حد مثلا يطلع يعيط ويبكي إن على أي حدث من ده يعني وأحداث مروعة وناس وأطفال تقتلت وأطفال ماتت ونساء وأبرياء ماتوا. بل يعني في أعداد في الأحداث دي ماتت غير قليل يعني. إنما لا نرى أي تعاطف أو أي شيء طالما الفاعل الفاعل هو مسلم تجد إنه لا هو خلاص يعمل بلا عايز يعمل ويعني ومناش دعوح. دي مشكلة خطيرة لأنه والعالم بيرى هذا. يعني غير إنه ولا إنساني. أيوة هو لا إنساني. لأن أنت لما بتكون بتتكبر يعني بتحس أن أنت من حقك تعملت. عايز تعمله وتقتل وتعمل. ده غير أخلاقي ولا إنساني. فالعالم بيرى هذا أيضا. يعني ما بيرى أن يعني مثلا أحداث سبتمبر لما كان في الفيديو المشهور بتاع بوزع بمبوني. العالم رأى هذا. ويعني والعالم احتقر هذا الفعل يعني بشكل لأنه يعني لأنه غير إنساني. زي برضو ما من كم من أسبوعين ثلاثة قبل أحداث غزة كان فيه أحداث ضد الأرمن من أزربيجان. ما اسمعناش حد بيتكلم عنها. اسمعناش حد بيتعاطف مع الأرمن. ما اسمعناش إن حد تأسف للأحداث العثمانية ضد الأرمن. ونكمل بعدين إن شاء الله نشوفكم على خير.